معابر التهريب بين سوريا ولبنان لا تقتصر على المخدرات والوقود بل تطال البشر أيضا برعاية ميليشيا حزب الله اللبناني حيث كشف تحقيق لبرنامج أدلة النزاع العابر للحدود عن ارتباط شبكات تهريب البشر بين لبنان وسوريا بالأجهزة الأمنية والعسكرية لنظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني وصفت الطرق طرق التهريب بالأمنية ويسلكها المعارضون السياسيون للنظام ومقاتلوا المعارضة المسلحة وأشخاص مطلوبين للخدمة العسكرية وهم بغالبيتهم رجال ما بين الثامنة عشر والخمسين أما عن طرق التهريب فهي ثلاثة الأول هو الخط العسكري الأكثر تكلفة والأقل شيوعا عبر تهريب الأشخاص في سيارات خاصة بأعضاء حزب الله من معابر غير قانونية محددة دون أي رقابة وتتراوح تكلفة عملية التهريب هذه بين بيروت ودمشق تتراوح ما بين ثلاثة وعشرة آلاف دولار وارواده من الأثرياء أو حاملين الجنسية الأجنبية أو حتى اللاجئين السوريين في أوروبا والذين يرغبون في زيارة سوريا دون ختم رسمي الثاني هو خط حمص وهو الأسهل والأقل تكلفة ويستخدم فيه المهربون السيارات أو حتى الدراجات النارية للنقل وهو متاح للعائلات أيضا أما عن الكلفة فهي بين 100 دولار و 150 دولار أمريكي للشخص الواحد الثالث هو خط شبعة طفيل وهذا الخط أكثر طرق التهريب الأمنية استخداما وهي مؤدية إلى مدينة شبعة اللبنانية وطفيل السورية ذهابا وإيابا ترتبط شبكات التهريب العاملة على كلا الطريقين بميليشيا حزب الله ويلجأ الكثيرون أيضا إلى طرق التهريب التي يعمل بها أبناء المناطق الحدودية وتتسم هذه الطرق بكونها أكثر وعورة وتصل تكلفة العبور من هذه المناطق إلى 1000 دولار للشخص الواحد وترتفع التكلفة تبعا لدرجة أهمية الشخص بالنسبة للأجهزة الأمنية للنظام ومكان مغادرته الأول ووجهته وذكر التحقيق أن عمليات الخطف تطال بعض الأشخاص الذين يسلكون طرق تهريب غير التي تعمل بها الشبكات المنظمة وفي هذه الحالات عادة ما يبيع المهربون الأشخاص لعصابات الاختطاف التي تتفاوض مع أقاربهم لدفع الفدية إليك أعلى